اشتركوا في القناة المعيشة يعني مستوى المعيشة دائما في كل بلد تعتمد على مجموعة من السلح التي تختارها الهيئة المنوطة لها بخياس معدلات التضخم وتختار هذه السلحة أكثر استهلاكا للفرد وفي معادلة معينة استخدموها يكشموها على أسعار السلح ويشوفوا نسبة التغير للسلح في السلح ثم بعد ذلك يختاروا هدف معين ما هو الهدف من هذا النموذج أو هذا المقياس في المملكة فيه ثلاثة مقايش تتضخم قبل أن أبدأ بالكلام المقياس الأول هو الرقم القياسي لأسعار الجملة هذا الرقم يرصد أسعار السلح كما هي لدي التجار الجملة في المدن الرئيسية الكبيرة في المملكة وهي الرياضة جدا والدمام هذا مقياس واحد المقياس الثاني معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي وهو يرصد التغير في أسعار كافة السلح والخدمات المحسوبة في الناتج المحلي الإجمالي الثالث الرقم القياسي لتكاريف المعيشة وهذا المعيار يقيس التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلح ترى أنها تمثل استهلاك أكبر كمية أو أقرب المجتمع في المملكة سلة من الرقم القياسي لتكاريف المحيشة أو سلة؟ سلة من السلح السلة هذه ثابتة تختارها هيئة هي التي تختارها هي التي تختارها لأنها هي وهي التي تشيل أحيانا الاختيار ما هو عشوائي كمان الاختيار علمي علمي يعتمد على السلح أكثر الاستهلاك في سلح تستهلك في سنة معينة كثيرة السنة الثانية أقل فهي تختار مجموعة من السلح هذه السلح ثابتة طيب ثابتة يعني ما تقدر تشيل منها شيء ما تكن تشيل منها شيء على الأقل لما تعمل مقارنات أو تحذف منها شيء في سنة معيرة من صعبة لكن ممكن سنة تضانية يعني ممكن أنا الذكاء وحط سلة مثلاً أنه مرتفع فيها الشيء ما أبغى أطلع الموضوع منه ومرتفع أشيلها وحط الاشياء المنخفضة ما يفعل شيء كذا هي في سلة ناس أو المجتمع يستهليك بصورة دائمة يعني خلينا نخش في تفاصيل أكتر يعني الدولة أو هيئة الإحصالات العامة تختار اختارت السلعة الأكتر الاستهلاكة اللي هي الملابس الأكل العقار أيضا العقار والأجار الاتصالات والاتصالات هذه مثلا بأربعة أعرفها هذه السلعة يعني مصابة تغير تشيلها كده فجأة إنما لها معيار معين فالدولة أو الهيئة تقيس هذا الارتفاع والخفاض في السعر أو المستوى المعيشة أو المستوى تضخم على هذه السلعة طبعا تقسم فيه عمليات حسابية حسابية كثيرة وإنما هي تلحس بصورة دقيقة لكن الهدف منها توري الناس أيضا هذا المعدل يوريك معدل تضخم فين يعني يوري أن الأسعار دي تزاد فيه ارتفاع في الأسعار تضخم دي ما عارفين هو الارتفاع المستمر في الأسعار تضخم هو الارتفاع المستمر في الأسعار وستاذ دكتور عاصم يعني السلع والمؤشرات هذه إنه ناخذ منها التضخم فقط معدل أي معدل التضخم لكن أنت تشوف أنه مفترض أنه يستفاد منها أكثر من كذا نعم أيضا أيضا هذا يتديك مؤشر للدولة أو لولاة الأمر إنه هل هل الأسعار دي نعم عليها معانا شيء ضريبة يعني تديك مؤشرات مهمة لي إلى اقتصاد أنت عارفين الآن نحن يعني في المملكة عندنا برنامج تحول تحول كبير جدا يعني هذا تحول لـ 20-30 إذن هذا هذا البرنامج يجب علينا نحن أو الهيئة تراقب إيش إيش اللي يحصل في الاقتصاد خلال هذه الفترة ونت زي ما تفضلت هذا علمك وإنك فيه وإنك فيه وإنك فيه يعني هذا هو هم شيء في مكانك أين مكانك أنت كلامك صحيح أيضا يعني فيه هناك ملاحظات على معدل التضخم اللي حاصل في المملكة في 2016 يعني فيه يعني فيه تحولات كثيرة هذه التحولات أولا ما يكون تباطؤ معدل التضخم الشامل السنوي في المملكة للشهر الرابع على التوالي لأن فيه أربع شهور الآن نشوف أنه فيه تباطؤ فيه معدل التضخم كان ثلاثة وثلاثة في العشرة في المية مرتفع عن أوغست في بداية العام كان أربعة وثلاثة في العشرة في شهر يوناير إذن هناك فيه انخفاض في معدل التضخم هذا يشدل عليه هذا يدل على الأشياء كثيرة أول ما يكون أنه الضخم تحول مدل ما كان فيه ارتفاع كبير فيه انخفاض انخفاض واشتباط لا انخفاض هذا سببه فيه هناك تراجع كبير في القوة الشرائية في النشاط الاقتصادي بشكل عام بشكل عام أيضا السكن المياه الكهرباء الغاز هذه أكبر ثلاثة عوامل تؤدي إلى ارتفاع التضخم هذه في الرئاولة الأخيرة زادت طبعا يعني الكهرباء زادت زادت الكهرباء لكن المياه زادت ما بقى مفعولة ما بقى مفعولة لا بس أنت ما هي مفعولة الآن يعني هذه ترى تبدأ مفعولة ما قالوا لكن بس مفعولة فترة ترى يعني نشر كثير بس ما هو مفعولة يعني ما نشوف مفعولة الآن عسلة على سعار الكهرباء يبين سعار الكهرباء يا أخي حين هتبين معاك أكثر الشهر الجيء واللي بعده لأنه عندك عاملين سارت معاك انخفاض البدلات أو انشارة البدلات هذا متى تبين هاي تبين شهرين جيئة ما تبين الآن ولا تبين بعد القرار إلى أنه عندك الآن عندك رصيد في البنك وعندك الدخارات لكن في ضرف شهرين من الآن إيش تتوقع يكون التأثير على انخفاض بدلات للمواطنين انخفاض القوة الشرائية أول ما يكون أيضا كل واحد سيبدأ يعيد حساباته من العائلة سيبدأ تعيد حساباته تبطل من الترفيه كل واحد يبدأ يتأقلم الآن على راتبه يمود رجله على قد فراشه زي ما نقول مثل الشامي كل واحد سيبدأ لقد فراشه لكن في ضرف الشهرين القادمة الآن وزارة المالية أو موسط النقد أخبرت البنوك الفئة العاملة مدرسين بساطة الجامعات هم مقترضين من البنوك سوف يعادوا جدول جدول الديونهم هذه عندهم شهر الآن يعني ما أخذوا منهم ما رح يستقطعوا منهم الشهر هذا يعني راح للفرق زي ما بنقول يعني ما في لكن الشهر الجاي واللي بعده تبدأ الأمور تضيق شوي وإذا ضغط تبدأ أنت تعيد حساباتك اللي في مدرسة خاصة هيعيد حساباته ولي ما أي هتعيد حساباتك كليا في البيت وخاصة إنفاقك هيزيد يعني إنفاقك هيكون هتغل وحتبدأ أنت تعيد حساباتك بكل المعاني خلينا نشوف معدلة تضخم من شهر يوناير اللي هو 2017 إلى شهر سبتمبر في يوناير كان أربعة وثلاثة في العشرة في شهر سبتمبر ثلاثة 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 خفاض كبير واحد واحد خفاض متسارع متسارع الآن الآن في هناك احتمال يقولك هيكون في زيادة ترى زيادة طفيفة في معدلة خلال ربعة الثانية والثالثة الرابعة ربعة الفترة الجاية هذه موشرة النقد كده بتقول هذا قد يعود إلى أنه نجيم الإجازات الأعياد غير تهين منها هذه كلها عوامل ترى تؤدي إلى طيب عشان بس ما معنى وقت كثير الآن إذا كان هناك منخفاض في التضخم هذا يدل عليه يعني يدل أنه في كساد في البلد يعني في والكساد سيؤدي إلى نهولة عكسية هي عبارة عن سلسلة زمنية طيب الكساد هذا مو بالمفترض أنه مثل ما أنه رواتب إذا زادوها أن الأسعار تزيد نحن نقول زيادة الرواتب لا مثلا زيادة الرواتب مو مفروض أنه زيادة الرواتب شوف يا أخي هناك في فرق بين زيادة الرواتب الغير منطقية وزيادة وزيادة زيادة الرواتب قد تكون الدولة تجيد الراتب بعشر بالمية بسبب التضخم والأسعار تجيد بسبب عشرين بالمية ممتاز في هذا بحال أنت خسران أنا خسران الآن النتيجة عكسية الآن رواتب قاعد تنزل تنزل المفترض أنه السعار تبدأ تنزل طيب الكساد هذا ما يجي مرحلة أولى قبل ما تنزل لا لا هي عبارة عن عملية متسلسلة عملية متسلسلة ترى الكساد الكبير حيوقف كل شيء في البلد الكساد هذا أنت تعتبره طبعا مصيبة مصيبة جاية إذا كانت كساد وقف معناها أنك كل شيء الحركة توقف المصالة توقف بطالة تزيد ترى عملية بس أنت تقول الآن إذا خفض المعدل التضخم معنات أنه في الطريق إلى الكساد كسيدا في الطريق الكساد لأنه كما نتضخم الزرع الموجين ترى فيه فيه معدلات عادية فيه معدلات عادية يعني ثلاثة معدل عادي إثنين وثبع في العشر معدل عادي إثنين معدل عادي سفر ممتاز لكن لما نكون بالمانس كما ما هي مصيبة طيب كيف نقدر أنه نبعد عن مرحلة الكساد اللي أنت تقول أنها مصيبة للاقتصاد بشكل عام الابتعاد عنه شوف نحن كيف نعالج الكساد نحن دولة اعتمدنا اعتماد كبير على الانفاق الحكومي اعتمدنا اعتماد كبير على الانفاق الحكومي خلال الـ 50-70 سنة الماضية والانفاق الكبير خلنا نكون واضحين الانفاق الحكومي في كل حاجة يعني كل مشاريع على الانفاق حكومي الآن اللي تغيرت شوية أو أنه فيه اعتماد على القطاع الخاص كل شيء تقال إذا فيك ساعد القطاع الخاص ما يشتغل يعني أنت بتساعد القطاع الخاص حتى يعمل في بس الدولة ما قالت أنها ستترك القطاع الخاص لحالة واحدة هي أحد تساعده هي ما قالت ما ما هاتركه لكن كيف تساعده كيف تشوف أنت المفترض أن تساعده أنا أحيانا أقول كلمة يا أخي أشوف كلامك أصدرك أشوف عمالك أتعجب يعني أنا تلمتال دي جدا مهمة أشوف كلامك أصدرك أشوف عمالك أتعجب أنا شايف أن العملية اقتصاديا ما هي مهضومة كيف ساعد القطاع الخاص في عمله وفي نفس الوقت أنا ما أعطي له حقوقه مايش حقوقه؟ حقوق الإقتصادي الخاصة الآن لديه كثير من المستخلصات موجودة في وزارة المالية دائما يا دكتور عاصم تجي بعد فترة هذه المنزماني لا 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 يا سيدي لا يا سيدي يعني أحيانا تتأخر معروفة ترى اللي يتعامل مع الحكومة عارف أنه يجيك حقك لكن بعد فترة هذا موش شي جديد لا 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 بس لما تجيوني بعد شهر شهرين مقبولة ما كان ترى يجي بعد شهرين يس كان يجي بعد شهرين كان يجي بعد شهرين طيب الآن طيب الآن والآن بيجي بعد أربع سنة بس أنت عندك اتزاماتك أنت عندك اتزامات أنت لديك اتزامات أنت عندك الآن قطاع كبير في البلاء يعني أنت تنشوف الآن المفترض أنه تعطى حقوق الناس يخلوا الاقتصاد فيه يكون فيه راحة فيه وضوح في الرؤية طبعا الآن بلقاء الوزراء الأخير قالوا أنه حيبدأ لصرف الاستحقات يعني معناته إذا تم الصرف إذا تم الصرف إذا تم الصرف نعم حيكون علاج للكساب بس برضو هذه عملية طويلة ليس صرف فلوسه بس لابد يكون في ثقة للناس لابد للناس ثقة المجتمع يعني تقول والله أنا الخطة حقية تكون 1, 2, 3, 4 طب هذه مفترض تأتي بعد الميزانية الخطة حقية المفترض المفترض وإلى الآن معلنت مع الميزانية عندك ما ندرع دكتور عاصم عرب مستشار اقتصادي شكرا جزيلا لك شكرا يا أخي شكرا يا أخي والشكر منصول لكم أنتم عزيزي المشاهدين على وقتكم الثمين بمتابعتنا تقبلوا تحياتي فيصل أحمد الشلوب وتحيات باقي فريق العمل إلى اللقاء طيك العافية لا اشتركوا في القناة